بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شرحنا سابقا الموضوع الاخير في وهو وهو ايه? موضوع التصفير. ان الشركة في الصفة وكل واحد بيروح لحاله وقلنا لها آآ بعض الفتوات. اول حاجة احنا بنعمل سيل للنوم كاش في ازدس بما ان الازدس عندي جزء اتنين ففيه جزء كاش وجزء نوم كاش فانا ببيع نوم كاش واشوف هل انا كسبت ولا انا خسرت له في مكسب فهيتقسم ما بين الشركاء على حسب النسبة اللي هما مشيين فيها بتاعة توزيع الارباح والخسائق. لو في خسارة برضو نفس الكلام. فكدين بيتوزع او اللص عين كان يعني. وبدفع الديون اللي علي. وبشوف الكاش اللي تبقى قد ايه? وابدأ اوزعه على الشركاء. فقلنا ان في حالة ان مسلا بيكون في واحد من الشركاء متعثر. عنده عجزة اساسا. انت عليه فلوس للشركة انا كنت اني احققت فسارة. فهو عليه فلوس ومش عارف يتفع منين. فيما يجيب فلوس من برا فيتفع على الشركة فبالتالي الفلوس اللي هتتوزع في النهاية الفتوة الرابعة ديت بتتوزع على الشركاء الاتنين التانيين مسلا. وهو لأ لانه واصلا ممعوش فلوس. او ان هو اصلا يعني مش مع فلوس ولا لا حد يدير فلوس. فالشركاء اللي معا في الشركة هم اللي هيدفعوا للفلوس ديت. والدهار. تمام? نعم. فلازم قبل ما نحل المهاردة مسائل على شابتر فايف. لازم انت كنت مذكر الشابتر كواس في خاطر ايه? هنحل الوقتي بعض المسائل من الكتاب الاجنبي القص بالمدر. بيقول لي. اه ديسمبر راح تأتيين هايز كاش عشرين الف. عام ده كاش كامل عشرين الف. تمام? تمام. وفيه الله ما صالح سيدنا محمد. كاش اسيتس مية الف. المرة دي بقى الراجل ده راجل عسلية. عمل ايه? ما قدنيش جاد ولا قاعد يقول لي بقى ده فيه اسيتس وفيه مش عارف ايه وكام ده كل. لكن هو قال لي ان ان الاسيتس قامتها عندي جزء كاش بعشرين الف وجزء من كاش بعشرين الف. بمئة الف. بمئة الف. تمام? فطبيعي ان انت لما بيجي ببيع ببيع ايه? ببيع من كاش هو مدولك جاهز اهو. تمام? فهل انت هتبيع الحاجة اللي هي من كاش بمئة الف دي? بمئة الف فعلا? ولا باكتر? ولا باقل? وقال لي بخمسة وخمسين الف. الشركة عليها فلوس ديون برا بخمسة وخمسين الف. يبقى دي الكاش. ادي المان كاش. وقادي ايه الله يا بيري دي بقى تشيري. انظر فولنجي كابتال بالانس. عندي بقى شخصيني اتنين شركاء. فلويد عنده كابتال خمسة واربين الف. ديويت او ديبراينا بقى احنا عمشيها ديبراينا. امام عشرين الف دولار. زا فرمي is liquidated. الشركة خلاص بتصفي. ان مئة وخمسة الف is in cash is received for non cash assets. يعني اللي هي بمئة الف احنا بيعناها بمية وخمسة الف. ونسبة الارباح والخسائر ستين الى اربعين في المية على الترتيب. المطلوب. تاني حاجة. احنا بنعمله عادي بس المرضي الجاي بالمطلوب التاني مدى كان الاولاني والعكس يعني. بعدها احنا اشتغل عادي مش هنعمل احنا الجاد واللغة احنا هنعمل الانترس بتاعتنا وبعدين نشوف الدنيا. اصلى عن نبي. اول حاجة. احنا بنسجل ايه? بيع الاصول. صح? اه احنا بيعنا اصول كموتة هانت كام? احنا بيعنا ودخل جبنا كاش. بيعناهم بقى ايه? بمية وخمسة الف. هما كانوا يسوي كام? مية الف. يعني احنا كسبانين كام? في جين كمتو خمس تلاف جنيه. تمام? هنقسم الخمس تلاف دول على حسب النسبة اللي في المسألة ايلينا ستين اربعين في المية. يبقى الخمس تلاف دول. هياخد منهم ستين في المية. وديويت هياخد اربعين في المية. وقلل لان انا بلغيه. من ورسمة كل واحدة هم هيزيد. بقى عامل ايه تاني? بقى ادفع الخطوة التالتة. بقى ادفع الديون. الديون كمتو خمسة خمسين. فالله يابين ايه هتقل بخمسة وخمسين. والكاش هيقل بخمسة وخمسين. فاضل ايه? فاضل الكابتل بتواع كل واحد فيه. هنصف الشركة بقى خلاص. اول حاجة فلويت ده كان عنده بخمسة واربعين. صح? صح. والشركة لما حققت ربح جاله كمان كم? جاله كمان تلاتة. يبقى خمسة واربعين وتلاتة تمانية واربعين. ففلويت كابتل هو اتحط بتمانية واربعين. انا بلغي يا جماعة. انا بلغيه لان خلاص الشيخة بتصفى فانا بلغي رسمه له في الشرك. اه وديويت ده كان عنده عشرين الف وجاله مكسب الفين يبقى اتنين وعشرين الف والكاش هيقل بالمجموع اللي هو كام سابعين احنا كده خلاص خلصنا خطوات بتاعاتنا مش ايه مش كده. فضل ايه? تعاني اعمل الجدول بقى. طبعا الجدول بتقسم ازاي? الكاش النون كاش اسد والديويت كابتل. طبعا المنظر دك منك مش واخد عليه لان المنظر بتاع الجدول الطبيعي احنا مش طبع عليه كان يعني شكله حلو بشيك كده اتفاهم? انما ده منظر ايه? اللي جابة بتاعت الكتاب الاجنبي فما فيش مشكلة خالص يعني. الكاش كمي كام كان بعشرين الف ده الجزء الكاش كان ممية الف. الديون كان خمسة خمسين الاولين اللي رأس ما له كان خمسة واربعين والتاني كان عشرين. عملنا ايه? بيعنا المية الف دول بمية وخمسة. فانا بلغي بشطب المية. فحطها من قصين. الفرق منهم كام? خمس تلاف. الخمس تلاف دول مكسب. فيتقسم بين الاتنين بنسبة ستين في المية. الى اربعين في المية. فكل واحد خاد نصيبه تلات تلاف وده الفين. حلو الكلام حلو. عشرين ومية وخمسة بقى مية خمسة وعشرين. الدين نزل اهوت ومجموعة دول تمانية واربعين ومجموعة دول التاني وعشرين. طيب ادفع الديون فانا بلغي للخمسة ومسين ودفعت الخمسة وخمسين. فيش مشكلة. مية خمسة وعشرين وقصة خمسة ومسين تفضل كام? سبعين. ده. تمام? تمام. طبعا في كابتل ما فيش جديد فيه. بعد كده فيه ايه? قال لي. ده وزعت السبعين. فده اخد تمانية واربعين. ده اخد الالتوين وعشرين الف. وفي الاخر الدنيا بتنزل بصفار اهل. لان ده بيروح مع ده. وده بيروح مع ده. وده بيروح مع ده. ماشي? اه هذه المسألة الاولى بتاعتنا. سهلة والدنيا اللي زي خاص. ننجي للمسألة التانية بيقول لي بيروح. to the distribution of cash to partners. the account in the VUB company. شركة اسمها VUB. تمام? ار كاش اربعة وعشرين الف دولة. انا عندي كاش في الشركة باربعة وعشرين الف. تمام? تمام. فوجل كابتل كريدت بسبعتشر الف. يعني فوجل ده عنده كابتل موجود في الكريدت. يعني ايه رأس ماله زايد يعني كنته كان بالزبط سبعتاشر الف دولة. اه كابتل كريدت بس خمتاشر الف عنده كابتل بخماش الاف. انت بينك كابتل رأس مال هقلب كم? بتامن تلات. تمام? اللي هو كأنك بنعمل حرف تي كلا بالزبط. بما انك عارف يعني المفروض الطبيعي انك عارف ان الكابتل ده فبيزيد كريدت تحط في الكريدت وايه? ويقل ديبت. فبيقول لك ان انا عندي تلات شركات. واحد فيهم اسمه هسميه عندي في سي آآ بي يو بي. اه. بص في يو والتالت ده رأس نقوله في النحايات. قال لك الاولاني سبعتاشر والتاني خمستاشر والتالت تمانية. سبعتاشر خمستاشر تمانية. قادي سبعتاشر الف. قادي خمستاشر الف. والتالت بقى تمانية. ليه? لانه بيقول انه ديبت. قال لي يعني بص ما له قاله. طيب. بيقول لي اه اه او خمسة الى تاتة الى اتنين. النسب بتاع تقسيم الخمسة الى تلاتة الى اتنين. اه مقرار منهم بقى يصفوا الشركة. اول حاجة بنا دي منت تمن تلافoked. يعني ايه? بنا دي عليها فلوس الشركة. كم? تمان تلاف? لانه هو ايه ان قال لي ان راس مالها في دبت بتمن تلاف. هي بالخير بتدفع تمان تلاف لانها عليها فلوس. لان راس مالها اصلا قلت تمان تلاف. خلو حلو? خلو. هي اول حاجة بقول لك سجد انه دفع التمان تلاف دول. فة هيه لما تدفع تمان تلاف الا هيحصل الكاش بتاع الشركة هيزيد وراس مالها هيزيد. لانها جابت الفلوس دي من بره. لانها آآ قادر انها تدفع فلوس يعني. جابت فلوس من حد من بره. طاني حاجة احنا بقى جلنا فلوس تعاني وزعها على الشركات. هو الكاش كان في المسألة كام? كان باربعة وعشرين. انه قيل ان الكاش باربعة وعشرين. بس تخلي بالك الاربعة وعشرين دول هجمع عليهم التمانية. يعني ادى اربعة وعشرين الف. واجمع عليهم التمان تلاف اللي بينا دفعتهم. مش بينا دفعت التمان تلاف للشركة? اه. يبقى الكاشب بتاع الشركة كان اربعة وعشرين وانضاف عليه تمانية وابدأ اوزعهم على الشركات. صح والله? لا صح. فقللت راس مال الاتنين ولا اجلت الكاشب بتاع الشركة. قللت راس المال ليه? لان الشركة صفت. فهما بتقع الله. فانا بلغي ملكية آآ ملاك الشركة في نفسهم. يعني ايه? انا بلغي شركتهم. فانا بلغي الكابتل فبلغيه من كريت يروح. كلام واضح وسهل في مشكلة خلاص يعني ان شاء الله بإذن الله. طيب. آآ الله مصال على سيدنا محمد بعد كده. آآ بيقول لي واحد يعني ايه? يعني امتصاص. سجل امتصاص الشركاء للعجز اللي موجود عندي بينا. يعني ايه? يعني مينة دي مش لها احد يدي لها فلوس. فمين اللي هيشيلها? اللي هيشيلها هم الشركاء بتوع الشركة اللي معاها. يعني ايه? بينا ديت عليها تمن تلاف. مش قادر تدفع. فمين اللي هيدفع لها? هيدفع لها ويوتش. اللي هو سبعتاشر وخمستاشر. دول هما اللي هيدفعون. النسب كام? خمسة الى تلاتة. يبقى التمن تلاف دول هيتقسموا التمن تلاف دول هيتقسموا بنسبة خمسة الى تلاتة ما بينه الشركاء بتوع الشركة. فانا هاضرف في التمن تلاف دول في خمسة على تمانية. والتمن تلاف في خمسة على في تلاتة على تمانية. فالاولاني هيشيل خمسة والتاني هيشيل تلاتة وزود راس مال بينها لان انا بيتفع علي بينا فلوكس. فبقينا دخل جيبها فلوكس. تمام? نوزع الكاش على الكاش بقى ايه اللي حصل? هنا بقى الكاش زي ما هو في المسألة. تمام? الكاش في المسألة كان بكام? اربعة وعشرين فتحط اربعة وعشرين زي ما هو. ليه? لان الفلوس دي اتراحت لجيب بنا. ما راحتش للراس مال الشركة نفسها. للكاش نفسه بتاع الشركة. عكس حال الاول. حال الاولى ان الشريك ده جاب فلوس من بره فزود الكاش بتاع الشركة. تمام? تمام. لكن الحالة ديت ان الشركاء هم اللي بيدفعوا له الفلوس فراس ماله هو بيزيد. فزودتوا قاعدة بالتمان تلالة اللي هم كانوا عليه. ولما اجا وزع الربح بتاع الشركة اجا اجا وزع الكاش بتاع الشركة اللي هو اربعة وعشرين الف هيتوزع على البردين اهم. تمام? تمام. اه الله ما صالح حسينينا محمد تعالى بينا يشوف ايه اللي بعت كده مسألة رقم ثلاثة ايه اللي فيها بيقول ازا بارتنرز اين كراوفورد كامباني دي سايد كوليكو ديت زا فين ميهوين زا بانتشيت شو زا فلوس. قرور المهمة نصفه الشركة والبانتشيت فيها البيانات اللي جاي. طبعا قبل ما كمل المسألة انا عندي كاش. والباقي ده هو كله الحاجات ليه? فكده النون كاش يسوى قد ايه? عدوهم قيل له مية واحد خمسمية مينس مية واحد خمسمية مينس آآ سبعة وعشرين الف خمسمية يعني يسوى اربعة وعشرين الف. النون كاش يسوى اربعة وعشرين الف وفتكر الرقم ده. تمام? تمام. زا بارتنرز الشير انقم اند لص. خمسة الى ثلاثة الى اتنين. النسب خمسة الى ثلاثة الى اتنين. طيب. اتوتل اف واحد وخمسين الف. يعني ايه? وانا جاي بيع الحاجات النون كاش ازيتس. بعته. عشان احوله الكاش يعني الحاجات النون كاش عشان ابيعها وحاولها لجزء كاش. بعتها بواحد وخمسين الف دولار. طب هي كانت تسوى كام? كانت تسوى اربعة وسبعين. فخلي بقى ان لو محقق ايه? خسارة. انا هكابل لك جين ارلوست اولايزيشن ووز قال لو كنتت لو في خسارة او مكسب هتتوزع. الديون هتندفع. ده عنده دفع الدين اللي عليه. الخطوات بتاعتنا يعني. طيب. اول حاجة بدهيات كده. انا عندي مكسب ولا خسارة. انا المفروض الحاجة دي تسوى اربعة وسبعين. انا بعتها بواحد وخمسين. يعني الفرق بينهم كام? تلاتة وعشرين الف دولار. ودولوا يقبروا ايه? صح والغلط صح. لان الحاجة دي تسوى اربعة وسبعين الف انا بعتها بواحد وخمسين الف. طيب. فانا دخل جيبي كاش اهو واحد وخمسين الف. ماشي. بعت ايه? بعت الاكاونت. لغيت الاكاونت رسيبه. الاكاونت. كل ده هيتلغي. بس في حاجتين اتنين. هما الاكاونت دول يا جماعة بتحطوا في ديبت. بتحطوا في ديبت. اهم بيقلوا ديبت. تمام? والباقي بيقل كريدت. اهو. والفرقة منهم ايه? الخسارة. اللي انت ايه اللي عليها حالا يا محمود ان حاجة دي كانت تسوى اه اربعة وسبعين لكن انت بعتها بواحد وخمسين ففرق بينهم تلاتة وعشرين الف. تمام? تمام. هتقسم الخسارة دات بنسبة خمسة الى تاتة الى اتنين. تلاتة وعشرين الف. هتقسم بنسبة خمسة الى تاتة الى اتنين. يبقى خمسة على عشرة تلاتة على عشرة تنين على عشرة. فانا قلت رأس ما لكل واحد فيهم. حداشر خمسمية ستة تسعمية اربعة ستة مينة. تعالى ندفع الدين بتاع الشركة. الشركة عليها دي. ركز بقى في الدي. اي حاجة تبقى 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 الديوني. انا عندي هنا مش زي كل مرة كان بيجي يقول لك ايه اتكونتهم كزا وكزا فاتروح تسمع لك. خلي بقى لك. اي حاجة تعويش نهاية حاجة واحدة او حاكتين ممكن يكون تلاتة اربعة خمسة اي امكان. مباشي مشكلة خاضر. فاتعود ان اي حاجة دين علي فانا بروح اصدده. تلاتاشر خمسمية سبعة وعشرين واربعة. قادة تلاتاشر خمسمية سبعة وعشرين اربعة والكاش هيقل بالمجموع بتاعهم اللي هو اربعة وعبعين الف وايه وخمسمية. ماشي? ماشي. بعد ما بدفع الفلوس بروح اوزع ايه? خلي بالك من حاجة ايه هي? كده في مشكلة. ايه يا برضا محمود صلى على النبي. بص بقى. رسم لكل واحد فيهم كان كام? تلاتة وتلاتين واحد وعشرين تلاتة. لما تجي تكرن بالخسارة تلاتة تلاتين واحد وعشرين ولتلاتة. اول واحد عليه خسارة احداشر خمسمية. فيقدر يدفع? اه يقدر يدفع. التاني معاه واحد وعشرين وعليه خسارة تلاتين واحد يدفع. التالت بقى رسم له تلات تلاف وهو عليه للشركة اربعة تلات وستمية لان ده خسارة. فيعمل ايه? قال لك انه هو قادر انه يدفع لانه ايه اللي ايه? اه بي روبر دفع الفلوس دي. فاز انا وجه فلوس من بره. فكاش بتاع الشركة هيزيد اهو. وازود ال بي روبر كابيتل بايه? بالاربعة وستمية مونس تلات تلاف يعني الناس كام? الف وستمية اهو مش فيه اي مشكلة خاص. تمام? تمام. بعد كده المكسب او الفلوس الكاش اللي موجودة هتتقسم ما بين الشركات بتوع الشركة الكاش اللي هو قد ايه? صلى الله عن النبي. اول حاجة انت كان عندك في المسألة الكاش كان بسبعة وعشرين الف وخمسمية. صح ولا ولا? صح? ايه دي سبعة وعشرين الف وخمسمية بتوع المسألة. وعندك اه كمان الله ما صالح على السلامة محمد. تركز معا بس عشان او بخلط بص الله عن النبي. بص. انا في الاول كان عندي كاش سبعة وعشرين الف وخمسمية. حلو? هادي نقطة. يبقى انا بادي المسألة كام بسبعة عشرين الف وخمسمية. على جنبي كده تمام? وبعت سبعة عشرين فمسمية هم. رحت بعت حاجات بواحد وخمسين الف صح اه واحد وخمسين الف يبقى. اجمع عليهم واحد وخمسين الف. العالي كده. تمام? تمام. وبعمل دي تاني رحت دفعت حاجة. دفعت ايه? دفعت خسارة الشركاء شلوهم. فالشركاء لما دفعوا دفعوا ايه? فلوس كالشركة. صح ولا غالط? اه دفعوا خسارة. كام? خسارة دي كانت نفكت ادي ايه? كانت الله ما صالح سيدنا محمد. او مشانت صارة بقى بالزبط يعني. سوايا نجعل تاني. اه انا كان عندي كاسة عشرين الف وخمسمية. وعندي اه دخل جيبك وانه حسين الف من المسألة. صح ولا ايه? تمام? اه الله ما صالح سيدنا محمد. وعندك بعد كده في الشريك التالت ده ما كانش قادر يدفع الفلوس اللي عليه. بس كان راس ماله اربعة ستتمية وكان عليه تلاتة وكان راس ماله كان تلات تلاف وعليه اربعة تلاف ستتمية. فدفع للشركة الف وستتمية. فروح تضايف كمان عليهم الف وايه? وستتمية. صح ولا غالط? تمام? وفاضل ايه كمان? عندك اللهم صالح سيدنا محمد دفعوا آآ ديون قمتها اربعة واربعين الف فكاش قلب اربعة واربعين الف خمسمية. فهم طارح اربعة واربعين الف وخمسمية. انا هقول لك حلين اتنين يعني من المنزل. تمام? يبقى سواع عشرين الف خمسمية. زائد واحد وخمسين الف زائد الف سنتمية مينس اربعة من لاتب اخر هيتطلع لك اللي ناتج في الاخر بخمسة وتلاتين الف ستتمية. مين اللي هيخد فلوس دي بقى الشركة الاولية والتانية هيخدها بالنسبة بعد ايه بنسبة خمسة على تمانية والتانية تلاتة على تمانية. فاضرب خمسة وتلاتين الف ستمية في آآ خمسة على تمانية, هيطلع نصيبه اتن وعشرين الف ميتين وخمسين. واحد وعشرين بقى ماشي. خمسة وعشرين الف ستمية. ضربها تاني كده خمسين الف ستمية في الاولين نصيبه كام? من قلت كام على كام? اه ده خمسة على تمانية والتاني تلاتة على تمانية. خمسة على تمانية. هيطلع الناتج اه اتنين وعشرين الف ميتين وخمسين مضغوط. ما ليه بقى? دي غلطة مننا يعني. خمسين اه احاق دي غلطة مني كده. بس من كابتل ولا انا رح في حتة تانية. خمسة الى تلاتة. خمسة على تمانية تلاتة على تمانية. طب التاني طيب نجرب التاني. خمسة اكشنا ودت خمسة اتنين الف ستمية. ماشي. والتاني تلاتة على تمانية هيطلع تلاتتاشر تلتمية الخمسين. انا نتجمع غلط مسلا لا ايه? عشرين الف ميتين ستة تسعمية. عرب عشر ربعمية. خلاص ما علينا يعني اقول لك على حاجة تانية او. صل على النبي. بص انت عندك الشريك الاولاني والتاني دول اللي يأخده فلوه. صح رلالة صح. المفروض يأخده قد ايه? ركز كده. راس مال كل واحد فيهم. ده تلاتين الف والتاني واحد وعشرين الف. الاولين ده تلاتين والتاني واحد وعشرين. طبعا التالت خلاص ماليش حاجة ليه? لان التالت ده يا جماعة عليه فلوس اصلا. وهو دفع الفلوس اللي عليه فهو كده مش هياخد اي فلوس تاني. فلما نجي نعمل اه ديستريبيوشن اوف كاش. اللي هياخد كاش جاسمين وموير. جاسمين وموير. تمام? تمام. جاسمين ده له تلاتين والتاني واحد وعشرين. وكل واحد في هم دفع قد ايه? دفع خسارة. حداشر خمسمية والتاني دفع ستة تسعمية. يبقى اجا اقول له تاتة تلاتين وده الواحد وعشرين. ده دفع احداشر خمسمية وده دفع ستة تسعمية. يبقى ده هيفش يجيبه. او البتاع في الاخرى يصف على كام? واحد وعشرين خمسمية وتاع اربعتاشر مية. مجموعهم كام? خمسة وتلاتين ستمية. صح او الغلاط? بالزبط كده. تمام? لما نيجي نجمع فعلا التالت ستمية ودول ادي خمسة وتلاتين. فيش اي مشكلة. طيب. على نوضح اه نعمل بوسط لحاجات ديت في الكاش عند كابتال اكون. اول حاجة الكاش الكاش في بداية المسألة كان بسبعة وعشرين خمسمية. اهو معdies كده اللي حصل بعناها حاجات بواحد وفمسين الف. فنون كاش بعناها بواحد وخمسين طيب دفعنا الدين أربعة و desarrollo اربعين خمسمية اهو. طح الصح او الغلاط صح. بعد كده الشريك رقم تلاتة كان عليه في لفت الشركة الف ستمية دفعهم اهو. وبعد كده اللي حصل وزعنا الكاش بتاع الشركة اللي هو خمسة وتلاتين الف ستة مية عشان البلانس يبقى بزيعة. ماشي? طيب. طبعا حضراتك ممكن تعمل ايه? ممكن ببطال بساطة مش لازمة تعمل نفس المنظرة تعمل زي ما بنعمل قبل كده. انك هتحط الخمسة واتين الف ديات النحاية. خمسة واتين الف ستة مية ديات النحاية. وتروح توزعها هنا في المسألة. ده حل برضي يعني. طيب. اه الله ما اصلى على سيدنا محمد. آآ 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 تاني. نيجي لجاسمين كابيتل اولا كان عندها راس مال في الاول حداشر. حداشر كامل. ثلاثة وثلاثين. كابيتل ثلاثة وثلاثين الف اهو. تمام? بس مالها كانت ثلاثة وثلاثين في الاول. ودفعت خسارة حداشر خمسة مية دفعت خسارة احداشر خمسة مية اهيت. وبعد كده اللي حصل لغينا الكابيتل بتاع اللي هو كانت في واحد وشرين نفس مية في الاخر اهو. عشان ده يروح مع ده. بالنسبة لماير نفس الكلام كان بدء بواحد وعشرين دفع خسارة ستة تسعمية صف معاه على اربعتاشر مية في الاخر لما لغناه عشان طبعا فكرة سفر دات عشان انا بعمل بعمل آآ 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 فبعمل التصفية فلازمة نصف على زيرو يعني. تمام? تمام. بس زي ما قلت لك انت ممكن تعمل ايه? زي ما كنا بنعمل في المرة اللي فاتت. بنعمل ايه في المرة اللي فاتت? ان انا ممكن احط الناتج هنا. لما بيحصل يعني. لان انا كنت ممكن اجي اعمل ايه? كنت ممكن احط صور بين دين ناحياتي. كده. فيبقى البلانس بكام بصفار في الاخر. اللي تنبقى عشان خصوات دي اتا حطان ناحياتي. كده. فيبقى البلانس بصفار. تمام? فانت عندك يعني اتجاهين. براحتك خالص. آآ دي اتفع كده كام? الف وستمائة. الطبيعي اللي بقى ازا كنا شغالين المرة اللي فاتت كنت بقى احطت الف وستمائة دي اتفين? النحية دي. الف وستمائة النحية دي. ليه? لانه خسران الف وستمائة. فهنا معنى انه هو في الديبت انه هو عليه الف وستمائة. طيب. قال لي افرد في المسألة افرد ازاد او الحاجة تم بيقول لي عملناها عملنا الكاش اند كابتال اكاونت حرف تي. افرد حدين اتنين ان اه اه انا مش قادر يدفع. فبريبير زي انت تقول لي كنت اه روبرد دي بلانس تو جاسمين اند موير. فمش هيقدر يدفع فاللي هيدفع له مين هم الجامعة الشراكاء اللي معاه جاسم اه جيمسون مش جاسمين انا عمله جاسمين بالسلطة. جيمسون وموير. ماشي? طيب هو عليه كام? هو عليه دين الف وستمية. فهيكون واحدة هيشيل جزء. خمسة على تمانية بطاعة على تمانية. فده هيشيل الف وده هيشيل كام ستمية فالدين بتاعه هيتسادي ده وقت فايا راس ماله هو هيزيد باف ستمية. لكن لو الشركة هي اللي دفعت انت توزيع الكاش النهاية بقى اللي هيحصل صلى عنك. كده الكاش يا جماعة لما ايجي توزع بمنطقة البساطة. جاسمين كان عنده كان عنده واحد وشهين الف خمسمية. صح? اهو اللي احنا رفنا عليه. اخي حاجة. هنشيل منه الفلوس اللي هو دفع على اللي هي الف والتاني اربع عشر ومية هنشيل منه ستمية الالف اللي ما دفع. ستمية اللي ما دفع عمده. اوضح تاني حتة دي. اه جيمسون ده في الاول كان بادئ على اه تاتة وتلاتين الف. صح والقالة بدأ جيمسون على تاتة وتلاتين الف وبعدين اللي حصل دفع خسارة كمتها حداشر خمسمية. صح? صح. وبعد كده دفع لزميله الف. فانت لو جيت تطرح كده هتلاقي ناديك في الاخر كام عشرين خمسمية. كذلك التاني عمل ايه? التاني كان مع واحد وعشرين الف. واحد وعشرين اطرح منهم خسارة ستة تسعمية واطرح منهم كمان دفع لزميله ستمية. فهتلاقي ناديك في الاخر كام? تلاتاشر خمسمية. بالآخر هتجرب هتلاقي مصبوطة. طيب. الكاش لما تيجي تجمع الرقمين دول مع بعض وعموما هتلاقيهم باربعة وتلاتين اي مشكلة. تمام? تمام. تعال نشوف مسألة تانية. صلى عنها بيه. بيقول لي يعني كل واحد بياخد النص بياخد التلت تلت تلت تلت. كلهم زباعة. بالتسابق. اقل لي بقى انا عندي شوات كاش بستين والاثر كاش يعني باتمائة واربعين. ماشي? تمام. آآ بمئتين وستين الكريم كابيتل اتنين وسبعين لاورا آآ باربعين وماجد بتمانية وعشرين. نون كاش اصد بمئة وستين. باع النون كاش اصد بمئة وستين اقلها. يعني قادرين ان هم ما يدفعوا اي عجزة عندهم يعني. فبيقول لي طبعا احنا ممكن نعملها من غير ايه? من غير حالة. ازاي يعني اصلى على النبي. بصوا. اول حاجة الكاش والنون كاش كريم لارا ماجد. قدي حطة الكاش ستين. النون كاش تتمائة واربعين اللايبتي ماتين وستين. الكريم اتنين وسبعين. ودي اربعين ودي امانية وعشرين. ايه اللي هيحصد? اول حاجة لما نبيع الحاجة اللي هي متبتمائة واربعين ديت فانا بقى لغيها خالص. تمام? بعتها بكام? بعتها بمئة وستين. فالفرق ما بينهم كام? الفرق ما بينهم مية وعشرين. صح اللي ايه? اه ديتمية وعشرين. مية وعشرين? لا ده مية وتمانين اسف. مية وتمانين. صح اللي انا بهنجم. انا عملها على الآن الحزب عشي فاطر ايه? ديتمية واربعين هي اطنقس مية وستين يطلع مية وتمانين مضبوط. المية وتمانين الف دول قصارة. اللي هيحصل هيتقسموا بالتسامة بين التلات الشركاء. فاللونا هشيل ستين التانية هشيل ستين التلات هشيل ستين لانه ان التوزيع ماشي اكوالين. تمام? تمام. بيبقى نظامه ستين ومية وستين يبقى متين وعشرين. طبعا دول خلاص راحوا مع بعض. ستين وستين يطلع اتنين وسبعين ستين يطلع اتناشر. اربعين ماينس ستين يطلع سالب عشرين. تمانية وعشرين وعشرين يطلع كام سالب اتنين وتلاتين. وعد كده? في ايه? صلى على النبي. قال لي ان في اه في ايه? ان الله صلى يا سيدة محمد. فتب لي يعني ايه? لارا وما جدول يا جماعة في اخصارة حصلت في الشيرت. فالمفروض الراجل اولا ان شهل ستين والتانية ستين وتلات ستين. فده اصلا عليه فلوس. عليه عشرين وده عليه التين وتلاتين. بس كان ايهلي في المسألة ان يعني قادرين ان هما يدفعه. فطبع هما قادرين ان هما يدفعه. يبقى هما هيدفعه فعلا. فهيحطه في الشركة فده بمثابة استثمار في الشركة. فالكاش بتاع الشركة هيزيب باتنين وخمسين الف اللي هو مجموع اللي تلاتين والعشرين ده هيروح مع ده. تمام? تمام. طبعا ده ما تحطش فيه حاجة ليه? لان الراجل ده كان راس ما له اصلا اتنين وسبعين. عليه ستين فما فيش مشكلة خالص. هو باقي معالي ستناشر. عادي جدا. طيب. الشركة كان معها متين وعشرين وجالها اتنين وخمسين بقى البانس بتاع عم التين اتنين وسبعين. والاتناشر اهل زي ما هي. في المشكلة فيش في اي مشكلة خالص. اداني عدائي. الفاضل ايه? نعمل باي منتر اللايابلتي هنلغي اللايابلتي. فراحت مقلل دي. والمفروض ان انا هنا حط متين وستين كده. متين وستين اهيه? عشان دي بتروح معادي. داخل ناتج اقصر. قلت الحط يعني. فادفع الفلوس بتاعها هيقل مدية ام وسبعين وانس ام وستين. يطلع الباقي كام اتناشر. وانا رأس مالي كام اتناشر. طبعا الدي هيروح واحد. معادي عشان اصفي في الاخر على سفار لاني كده الكاش محدش هياخده غير مين غير كريم. لان لارا وماجد كانوا عنهم فلوس اصلا واستلفوا فدفعوا. فلما يكون فيه فلوس في الاخر اللي هياخدها هو كريم لوحد. تعال نشوف الكلام ده في شكل انا بنعمل العجز دلوقتي. اول حاجة لما اجا بيع الاسدس بيع تنان كاش اسدس هوت. والكاش بتاع الشركة زي. بقى ايه? بمئة وستين وهي كالتسوى كامتو اتمائة واربعين فيه فسارة كماتها مئة وتمانين. المئة وتمانين ديت اللص بقى لغيه. لان انا بقسمها ما بين كريم ولارا وماجد اهم. ستين ستين ستين. طيب مين اللي عليها عجز? لارا وماجد عليهم فلوس كام? عليهم ستين كل واحد فيهم وهو كل واحد فيهم اصلا مش معها غير اه اربعين وتمانية وعشرين. راح تفهم عليها ستين وده معها اربعين اصلا الف وده تمانية وعشرين الف. فالدنين مديونين. فلما يدفعوا الفلوس اللي عليهم فالكار بتاع الشركة هيزيد وراس مالهم كمان هيزيد لان هم بيزودوا الكابتة بتاعهم على الطريق ايه? ان هما قادرين ان هما يتفاعوا فاهم بيجيبوا فلوس من برا. ولما نيجي لدفع الدين الكار بتاع الشركة هيقل بل مئتين وستين له قيمة لان يلي في المسألة ان سكمتها كان متين وستين اهل. اللهم صالح سيدنا محمد بعد كده اجا وزع الكاش مفيش حد اكون كاش غير مين غير كريم يا جماعة فانا بلغي الكابتال وبلغي اتنين دي كلها. كده يبقى السشم بتاعنا خلص. كده احنا راجعنا على شرطة راجيس جدا على فكرة وسهل. ان شاء الله بقى نبدأ نراجع على المنهج من قوله بتاني ان شاء الله بإذن الله ونحب لقى سهلة بإذن الله. صالح نبقى لبك واسكر الله يا حديد قلبي يا الله السلام.